موسيقى ضيف فريد مون نكتا هو ابن المرحوم محمد تارضا فنان وموديل سابق بمتجع سيد بوزيد المسرح ديل الهواء الطلق كما قال الابن ديالو ان الاب ديالي ما خادش حقه لا في الحياة ديالو ولا في المامات ديالو معناويا ولا ماديا بواتوا تفاصيل اكثر نخليكم مع الابن ديالو عاديل تارضا السي عاديل مرحبا بك لانفاس بايس طرح بك جنا اخويا فريد وشكرا للمنور انفاس بريس لهذا التفاته التفاته الفنية هي كذلك نحسبها احنا عبارة عن تكريم في حد ذاتك شكرا وكان نعود نقدم الشكر لانفاس بريس شكرا سي فريد بالنسبة المشور ديال الفني ديال الاب ديالي رحمه الله محمد تارضا رمزي بالنسبة العروض والجوالات اللي كان كان يقدم داخل ارض وطن وخارج ارض وطن ومنهم كان الله يذكره بالخاء الله يرحمهم جوج بن ابراهيم والوالد عندي كانوا انا داكا سابقا كانوا كيش كلتونائي لقايت هديال ستينيات سبعينيات يعني لقايت هديال مصرح مصرح اه مشال بوشنتو فدوز عرض في الكواكيب فدر سلطان واصلا ولد الحوبوس مزاد سنة 1945 في الحوبوس واشتغل مدرس بالتنوية جيل فهري بالضال البيضاء والتحق بمدينة الجديدة من بعد جاء المصرح سيدي بوزيد هواء الطلق بسيدي بوزيد كان انا داكا مديرا له سابقا وكان كعرض فيه عديد من العروض الفنية والموسيقية والمصرحية مثل الناس الغيوان وجي الجلالة ولا اخير اللائحة طويلة ومنهم الفنان الكوميديين بن ابراهيم بن ابراهيم عبد رحم تونسي غير الناس الواعرين الاهرام دي المغرب دي الفن وده با حاليا انا كنشوف بان فنان في حال هذا اللي ودر بزاف دي العروض بزاف المصرحيات داخل الارض وطن خارج الارض وطن علاش حتى شي حد مدى التفاة لهد السيد هذا وقال كان واحد الانسان في الجديدة في واحد الوقت اللي وده دو وزنا مآه دو وزنا معه مني كان المصرح علاش لا في الحياة دياله ولا في المامات دياله شا انا كنقوله الناس دي الكازا اللي كانوا مآه في در السلطان وفي الحبوس والناس ديال جديدة الفنان دياله جديدة علاش عمركم ما درتوا الالتفاة من غير انسان واحد اللي هو مؤخرا لدى ايدي ذكر اسمه اراك ما عرفته اللي هو حاول يدلي تكريمه في الحياة دياله قبل ما يموت بعشريان جال عنده غير صدفتان تعرفت انا على دك السيدة اللي هو ناقي السينمائي تعرفت عليه درش مع الوالد قال الله يودي كان الاسد ديالي وده وكان معي في المصرح المهم قلي بغي نشوفه قلت لي مرحبك الوالد قلي نمشي نشوفه جا عنده فرح بيه قلي شوفه الوالد العام غدوش ميراجانت السينما تدوره 11 غادي تدوز معنا و بالفعل والد فراح و تذكر اروض و تذكر جوالات و تذكر فنانة و تذكر بزافة المسائل الفنية اللي هو ضاعفها و كنحس بانا بانا هو ضاعف فن دياله يعني ما كنش واحد اللي هو دهار عنده و شافه و لعقل عليه ولا و لقلت اجيرا كن واحد الفنان اللي هو كان في جديدة هاز المشعل ديال الفن المصرحي فينا هو جا واحد اقسيم بالله لك اعنضر معك اعنضر معك اقسيم بالله اقسيم بالله اقسيم بالله الفن راهي رسالة الفن تواضع الفن اخلاق الفن حاليا ولا وجهيات بك صاحبي مصصيني لك مرحبة تكون فنان ولو انت عمرك ما درتي المصرح عمرك ما ولو ما ولو ما ولو الى اخيري حسبي يالله ان اعمل واكيل في الناس اللي هما عمرهم ما ملتفتوا لها دي و شغلين نقول لكم هذا ميصاج من عندي انا واذهبت المشكي الكبير حتى وزار التقافة يا حصر ليه وزار التقافة خلينا احنا دبام الفنان احنا نقول فنانات جالو واخر دايزة ولكن وزار التقافة ليه كتحضن الشباب وكتحضن ناس الرواد والكبار والصغار في الميدان الفنية في جميع الميدان الفنية علشة السيدة داتي تنسى واش صحابه اللي هما كانوا معاه حاول يغطيوا عليه شنو بغيت نعرف هنا تفسير ما لقيته في تفسير حاليا كان الناس الحمدلله اللي هما حاليا من بعد المليمات وزار التعرف والناس الصحفة هضروا عليه و هذا عياجة و ناس ممتلين كده تعرفوا عليها والرمزية مرحبا كدير بو كان معنا كان معا ولكن هذا شي انا كتباغي مني كان هو في الحياة اما انا ده بهمها انا غانتك طريقيت انا في الميدان الفني ديالي الراسي ولكن انا كتباغي هو يشوفهم وعلى الاقل يحسب وحد شو يدهو يديروا لي تكريموا وبقي واقف ماشي حتى قلس وحسبي الله ونعم الوكيل وكنت منى من شا نقولك ما كدرس ما كنت منى موقعي كنت منى وارفة البلادات يا أخوي يا فارد صراحة وسمحوا لي على هذه الكلمة دي علش عايز كنشوف بوانالي دوز مصار كبير وضعف حقه مصار حافل ورحيل في ديل شا في صمت هذا فنان كبير لح لا 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 اقسم بالله الى بكترة الحب ديالي الميدان الفني ميدان المصراحي ميدان الكوميديا لماذا؟ حيث من الصورة وانا في الكواريس في الخشبة في الكواريس مع الفنانة وكنشوف كيف هاش الفنان الفنان اللي كنشوفه احنا فوق الخشبة في الخلقه ورعد اذا يعني كيدضحك الناس وده ارى وراء الكواريس ربسكين رحلتوا حاله يعني عشت ذاك اللي الصورات الكبر في ذاك شي ولكن حاليا انا لم يشفت ببا انت اسم ايه انت فىおっائق فى صمت تاحد عند مدهة لا من المقربين لا من المب vin لا من الوزارة التقعة فكان الوزارةierung كانت ميصاش أجنيائين وانتube عمره już انت 회有 يا حسرت انا انا اقول لك يتخوف من من الميدان انا particular تحبت الميد جدا اريد أن ننخدم��ون والوالد لله يرحموك أنا بغي يزيدي عوني ولا عديت أخوف منه كنت قلت أنا غاي صرا لي أفعل بباق ها؟ ولولت ولي ذات الوقت صعاب الدابة شنو؟ شنو؟ ما نقدرش صراحة الله لكن هاد الدومين هادا في غير بباق صاح بيروجهياش وندخلني ونتكرفص ما عندي لاش الله ما ندم روحيش والصلاة عندي موسيقى